حب الذات معناها سوف يطبيق انك تخلي كلش و تديري غير رغباتك انتي و على اساس مصلحة الاخرين نعم الأنانية هو انك الفرق بيناتهم و انك تحوسي ديري صح كلش على اساس مصلحتك و مصلحة الاخرين انك ما تديريش مصلحة الاخرين نفسي انا و هما بعدي الطوفان و هذين ينتموها بذات قولك نفسي نفسينا ما يهمونيش الاخرين و ما يهمني حتى واحد يعني هنا ما ادينا الغير نعم الحاجة المليحة دائما هو اني ما ندير اذا لا في نفسي ولا في الغير لانه الانانية انا نأذي في نفسي عندما كي نأذي نفسي خلاص نضرها به بالانانية التاعي و نحسب بروحي و حاجة امكانيات ما فياش صيفات ما فياش وانا اتباه بهم نقول سي انا انا شبه انا عندي هاد الاخرين بس هيا الناس اللي حواليه يشوفوا بلي هاد الاخرين ما كاشها فيها هدي هي كي نكون اناني و كأنه غشاوة ندار على عيوني على بصيرتي ما نشوفش صح امكانياتي الحقيقية و راح نزيدها حنبالغ فيها و نقول بلي هاد كشي راهو فيا او ما راهوش فيا اطلاقا و هادو مساكن انا نقول مساكن نشفيقوا عليهم لانه يعتبر مرض نفسي الانانية زائدة هي مرض نفسي راح تخليك تشوفي كل شفيك مليح و انتي عكس ذلك كأنك ما كش تشوفي في مرآتك شوفي عكس ذلك تمام كين مرأة الوهم شوفي انا هيلان مليحانة انا عندي هات الصيفانة عندي هات الصيفانة عندي هات الصيفانة يعني تكدب على روحك و تكدب على روحك و تنبعدت ولضحية ع نفسك هادي في الانانية